ممكن احنا كان في الجلسة العاصفة بتاعت امس في المجلس بوجود رئيس الحكومة والوزراء وخلافه كان في جلسة عاصفة فعلا انا عارف عايز بسمع رأي حضرتك فيها انا شايف شخصيا ان النواب كانوا يعبروا فعلا عن يعني احساس الشارع احساس المواطن كثير من النواب دعوا لسحب الثقة من الحكومة وكان هناك ثورة داخلية حول 165 نائف لا نسبنا من الارقام اللي بتتقال على ورق او خلافه لا هو كده او كده هو لا احيا لا يتم سحب الثقة الا من خلال استجواب بيقدم للحكومة موفق والحكومة يكون مستعدة للرد عليه خلال 60 يوم ثم يتم منقشة هذا الاستجواب في المجلس في حالة عدم اقتناع عن النواب بشكل او باخر بيتقدم طلب بسحب الثقة من الحكومة في نفس الجلسة فهي مش فكرة 165 يعني عدد ضخم جدا من النواب كانت بتنادي بسحب الثقة امس وكان الجلسة عصفة بالفعل وكان رئيس الحكومة تأخر اعتقد الالتزام كما اعلن الله واعلم يعني كما اعلن ان هو عنده الالتزام رئاسي وبالتالي تأخر وكان ده سبب ثورة النواب اكتر انه بنقش الاسعار بنقش ضبط الاسعار والمواطن ورئيس الحكومة مش موجود ازاي احنا مصرين لازم يجي وفعلا ارسل رسالة وكان تحرك تقريبا ودخل نجي القاعة بس طبعا كان هناك ثورة شديدة احنا عايزين نوصل في الاخر ان اليات الحكومة اللي كانت بتتخذها خلال الفترة الماضية معظمها فيها مشاكل كثيرة كثير من الاجراءات والقارات اللي كانت مفروض تتخذ ولا زالت المفروض تتخذ حتى الان لم يتم اتخذها كثير من المناقشات اللي كانت حتى مطالب البرلمان بالمعلومات معينة او خلافه كانت بتحول الحكومة ما بتدياش احنا لسه نرده في اللجنة الاقتصادية عاملين خمس ست كشوف مطالب كانت بتبعت الوزارات ولم يتم الرد عليها بما فيها رئيس الحكومة نفسه بعتنا له جوابات مثلا محصول الرز في العام السابق اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه محصول الرز في العام السابق ده ازمة كبيرة جدا في ظل الوزير خالد حنفي اللي كان موجود في الوقت ده